ندعو المتسابقة زينب جبرايل فنا من روسيا وتقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنقر سؤال الرابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُوهُمْ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّونَهُمْ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف فآتيهم 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 عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون حسبك السؤال الخامس والأخير كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوط وأصحاب اسمعي السؤال مرة أخرى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل مكذب الرسل فحق وعيد كل مكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد نعلم أن ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ حسنك حسنتي بارك الله فيك